اشتركوا في القناة رب العرش العظيم أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الحال والأحوال أنتم وأهليكم وكل من عز عليكم لغم أمين يا رب العالمين هذا دعاء مستجاب دعوة الغيب لأخي المسلم في الغيب مستجابة لأن هناك ملك تقول آمين ولك بالمثل فعني أن لكم أيها الإخوة منذ الله المشاركين هذا فضل من الله كل فيديو راتنا ندعو بعد الدعاء هذا إن شاء الله يحفظكم أنتم أهلي الأهل ديالكم اللهم أمين يا رب العالمين بيتندي وعد فيديو هذه الفترة هذه الفترة تاعة الامتحانات أنتم من التوفيق والنجاح لجميع المتمدرسين للطلاب ديالنا إناتاً وذكران إن شاء الله الله يحزقهم التوفيق والنجاح إن شاء الله والسداد يفرحوا ويفرحوا الأهل ديالهم اللهم أمين يا رب العالمين هناك بعض لدعيات ننص إخواتي الطالبة يحفظها مهمة مؤثرة تابتع أنه بنادي من إنسان لكن يجري شي يمتحان ولا شي يقول أرى الله يوفقو يرزقو التوفيق إن شاء الله تعالى بين هذه الأدعية المستجبة والمستحبة إن شاء الله تعالى مثل أدعية تيسير الأمور طلب الفرح وفك الكرب كما جاء في صورة طه الآية 25 حتى الثمانية وعشرين ربي شرح لي صدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي مزيان بنا نحضر الآية هذه زوين انتحانات وخاصة انتحانات الشفائية مزيان هذا التكر هذا يقول بندم كما جاء في صورة طه ربي شرح لي صدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الدعاة هو مزيان في الوقتات إجراء الانتحانات في القاعة ويدوز الامتحان يقول الدعاة المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رواه بن حبان كين أدعي بالزاف اللهم إن يعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء كين الأعداء تشمتو لا يريد النجاح قال نسأل الله لها فيها كين الحسد كين الحسد وما أكثر خاصة تكون إنسان مجتهد تجيب نقاط جيدة تكون عنده حسد تكون عنده الكوسى التي يحسده فمزيان الدعاة وتحفظه يحفظه إنسان لهم ينعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء كين دعا أخو الله إن يعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبجاءة نقمتك وجميع صخاتك دعا أخو الله أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وأمكر لي ولا تمكر بي وادني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي دعا أخو ربي جعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وادي قلبي وسدد لساني وأصل سخيمة صدري اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك اللهم زيان تعدوا أننا ستطلبوا يحفظوه طهما إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين بشي دغير لك اللهم اللهم تسترش لهم الحفظ بصورة ترقوا ما شققوا يقول هذا تكره اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء والإجابة اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمر إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة وتنبلنا أدعي الناس حفظوا الطالب الإخوان الطالبات الدعاء الجميل اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمر إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم أغضق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء الصامدين لكل عداء اللهم اجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لذنك سلطان النصير اللهم يا معلم موسى أعلمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعل ألسنتنا عامر بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأصرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنك قلت وقولك الحق وعلمناه من لدنا علما وارزقنا من لدنك علما يقربنا إليك واتق الله ويعلمكم الله اجعلنا من عبادك المتقين وعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك لا ملجأ ولا من جأ منك إلا إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وإن كناك أدعية كثيرة مهم حفظ ما تيسر منها والسخطة خاصة الأدعية الخاصة بالطلبة حفظها أبشر الله وفقكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم السداد والنجاح إن شاء الله تعالى وتفرحوا وتفرحوا قال أقارب جيركم اللهم أمين يا الله اللهم استجيب يا رب يا رب لمن تور عليكم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته